الأولويات الإنسانية تتصدر مشهد الأزمة في اليمن فالأمم المتحدة التي تراجع دورها في دعم حل سياسي للأزمة والحرب تضع على رأس أولوياتها الحالية إعادة إطلاق العمل في الموانئ التي يسيطر عليها الإنقلابيون في البحر الأحمر هذه المساعي تأتي بعد أن قرر التحالف العربي إغلاق تلك الموانئ في وجه حركة الملاحة التجارية والإغاثية منذ السادس من نوفمبر الجاري إثر الهجوم الصاروخي على الرياض في وقت عمدت فيه الأمم المتحدة منذ بدء الحرب على تركيز كل أنشطتها الإغاثية في هذه الموانئ التي يسيطر عليها الإنقلابيون أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر في رسالة وجهها إلى البعثة السعودية عن استعداده لإرسال فريق فني إلى الرياض لبحث آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة من أجل شحن المساعدات وفقا لطالب الحكومة السعودية وبحسب المتحدث في اسم جوتيريش ستيفان دوغاريك فقد رحب جوتيريش بإعادة فتح مطار عدن لكنه حذر في الرسالة ذاتها من أن استمرار الحصار يلغي بالفعل تأثير الجهود الإنسانية يأتي ذلك فيما أطلق رؤساء ثلاث وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة هي اليونسيف والصحة العالمية والأغذية العالمي مناشدة جديدة للتحالف لرفع الحظر المؤقت على الموانئ والمنافذ بما يسمح بدخول مساعدات حيوية إلى اليمن استجابة لما أصبحت الآن أسوأ أزمات إنسانية في العالم وفقا لما نقل عن المسؤولين الثلاثة بجانبه انتقد السفير اليمن لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك صمت الأمم المتحدة أمام رفض الإنقلابيين لخطة الحديدة وقال إن هناك تناسيا للمشكلة الأساسية في مسألة الميناء الذي جرى إثبات استخدامه في مجال التهريب الخارجية البريطانية شددت في بيان لها على أهمية أن تعمل الدول كافة على زيادة جهودها لتطبيق حظر الأسلحة الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن الفين ومائتين وستة عشر وضمان وصول الإمدادات التجارية والإنسانية للشعب اليمني مع يقينها أن التوصل لحل سياسي شامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق استقرار حقيقي في البلاد